كم سهرنا من الليالي للصباح لا نمم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأشعر في خلق الله سيدة محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد ابناء وبناتي طلبة الصفي الثاني كل عام وانتم بخير ان شاء الله نرضى هنعمل مراجعة على الاخراج نركز مع بعض ونفم ان شاء الله اللي هو الجزء ده مشيت ربنا كده الفصل ايه الرابع مشيت ربنا اول حاجة نعرف يعني كلمة اخراج كلمة اخراج ديت عبارة طبعا من العاملات الحيوية احنا عارفين ان كان الحي بيقوم بها عاملات حيوية كتير الاحساس والاخراج والتنفس تمام فهي دي طبعا من ظن مين العاملات مين الحيوية اللي بيقوم بها مين كان ايه الحي طيب اللي هو بيشمل الحاجات التي تمر خلال الاخشية البلازمية فقط يبقى عندنا لفظ الاخراج او كلمة الاخراج ديت بيسميها على مين؟ على المواد التي تعبر الاخشية البلازمية فقط يبقى اي حاجة تعدك خلال الغشاء البلازمي اللي هو موجود في الخلية هسميها اخراج خلاف كده لا يعني امثلة مثلا عندنا مثلا اللي هي الفضلات النتروجين اللي احنا اخدناها في كليتين تمام زال يوري او نشادر فهي دي تعتبر مين عملية مين؟ عملية اخراج طيب، نيجي مثلا اي عملية تبادل الغازات اللي احنا اخدناها عملية تبادل الغازات كان فيه اكسوجين وفيه لواسان اقسيد الكربون دي بالنسبة لنا عملية اخراج انما النيتروجين لا ليه؟ علشان النيتروجين كان هنا لا يمر خلال الاخشية البلازمية نفس الكلام ينطبق على مين؟ على الفضلات مين اللي هي فضلات الطعام بردك لا تمر خلال اللي هي الاخشية البلازمية لانها تخرج عن طريق مين والمستقيم والمستقيم والانسان يتخلص منها وبالتالي لا تعتبر مين من اللي هي عملية ايه الاخراق يبقى احنا دلوقتي تعرفنا مين يعني ايه عملية ايه عملية اللي هي اخراج طيب ما نيجي نفتكر كده ايه يا طرى كان اهم من مواد الاخراجين الانسان بيطلح والانسان بيتخلص من اين والله الانسان ممكن يتخلص من سانوكسيد الكربون صح avis نعتقد لا قرص من الماء يمكن يتخلص من موادج متطيره والانبلاغ بهذه اللي هي الى موضوعنه عن طريق الانبلاغ بهذه الانبلاغ بottoления ويجب علينا كدر الكبد الكبد يقوم بتحويل مواد البروتونية يأخذ مجموعة الأمين ويحولها إلى يوريا ويأخذ الكليتين هتخلصنا من المياه الزيادة ومن المياه الزيادة الجلد طبعا بيخلصنا منهم من العرق والعرق طبعا ده بيشمع مين مية و ايه و املاح و بعض الفضلات مين ليه ايه النتروجينية طيب احنا دلوقتي عارفنا يعني اخراج و عارفنا بعض المواد اللي هي بتخرج منين بتخرج من الجسم يطرى ايه اعضاء الاخراج في جسم الانسان يطرى ايه هي اعضاء الاخراج اعضاء الاخراج بتشمل هنتكلم على حاجتين في الانسان اول حاجة عندينا اللي هو جلد والحاجة اللي هي كليتين اول حاجة اللي هو جلد الجلد ازا ما انا عارفنا قبل كده ده بيكون من طبعتين تمام اول طبقة يامة برا بسماها طبعة البشرة و الطبقة اللي هي الثانية بسماها طبعة اللي هي الادمة بشرة وادمة تمام طيب نفتكر كده مع بعض نبصه على رسمه وفتكر مع بعضهم تركيبين تركيب الجلد الجلد في الانسان يتكون من طبقة الداخلية اول طبقة يام بتبرة اسمها طبقة البشرة ثم طبقة مين الأدمة طبقة البشرة أسمى الطبقة يام تبرد بسمها الطبقة السطحية ثم الطبقة التي تحتها تسمى طبقة الداخلية الطبقة السطحية هذه هي تكون عبارة عن خلايا غير حية المادة اللي موجودة فيها بسميها مادة الكراتين وطبعا تجدها مهمة معينة انها تحمي الجسم من الميكروبات الطبقة اللي تحتها بسميها طبقة الداخلية الطبقة الداخلية لها اهمية انها اول حاجة تحتوي على مادة او حبيبات بسميها حبيبات الميلانين الحبيبات مين الميلانين والحبيبات ديها هي اللى بتدي الجلد اللوم اصمر وابيض على حسب نسبة مين مميليانين ووظيفة التانية انها بتحتها انها بتنقاسم وستجدد طبقة اللي فوقها الطبقة مين اللي هي الطبقة السطحية يبقى عندها الطبقة الداخلية دائمة مين كنا نصيب الامر وطبيعة الادمة وطبيعة الادمة فيها ممتازين وانا منه الحاجات موجودة فيها الشعر يكون بصيلة الشعر حولها تغذيها وهنا فيها عضلة بسميها العضلة الناصبة العضلة ايه الناصبة ممكن تؤدي الى انقباض الشعرة وعندي هنا بالقرب من سطح الجلد عندي هنا في ايه الغدة الدهنية الغدة ايه الدهنية الغدة دي طبعا لها مهامة معينة ان اول حاجة بتسهل خروب الشعرة من الجلد والحاجة التانية نهو بتمنع تقصف ايه الشعر دي مهمة مين الغدة ايه الدهنية نيجي عندنا هنا الجزء اللي هو مرتفده بسميه له الغدة ايه العرقية الغدة ايه العرقية والغدة العرقية دي تعتبر هي الوحدة الوظيفية في الجلد هي الوحدة الوظيفية فين في ايه الجلد بتبدأ تفتح بقناة بسميها القناة العرقية ثم تفتح على سطح الجلد من خارج عن طريب حاجة ماسميها مسام مين مسام ايه العرق نخلي بالنا العرق ده بيكون عبارة عن اللي هي الميا تستخلص من دموية حواليها ويكون عبارة عن مية واملاح ونسبة من الفضلات النيتروجينية العرق عندما يبدأ يطلع على سطح الجلد يتبخر عشان يخفض ويقلل درجة مين حرارة الجسم طبعا العرق يزداد في الصيف ويبدأ يقلل في الشتاء هذا بالنسبة مين للغدة العرقية عندنا الشعر من دموية حاجات موجودة فيها النهايات اللي هي عصاب اللمس والحلامات الحسية وطبعا نحس بها بضرجات الحرارة سواء مرتفع او منخفضة وفي ضغط او لمس كل ده يحس بها عن طريق مين عن طريق اللي هو ايه الجلد هذا بالنسبة مين لتركيب مين تركيب الجلد سريعا كده يبقى عند الجلد تاني عبارة كم طبع عبارة طبعتين طبعا البشرة الخارجية durante الجميع ان تنقسم لحاجاتين الطبقة السطحية دخلية ثم الطبقة ياه الدخلية Woche مسلوجة بعد قد تصرهم طبقة الأدماء. عندنا أسفل هنا. عندنا فيه اللي هي بعض اللي هي الطبقة فيه أسفل هنا. فيه عندنا هنا اللي هي طبقة مين الطبقة الدهنية. وطبعا ديات عشان تثبت اللي هي طبقة الجلد فيه اللي هي العضلات. تمام؟ ده بالنسبة مين لتركيب الجلد. لما ننكلم بعد كده عن الكليتين. الكليتين طبعا على حسب نوع الكائن نفسه. ففيه كائنات حاجة اسمها الكائنات اللي هي الدونية. تمام؟ زي البرميات. وفيه اللي هي كائنات الرقية زي الانسان كده بسميها سادييات. فعندنا اللي هي كائنات اللي هي الدونية ديات بيكون عندها كليتين زي ما احنا شافين في الصورة بيكون طويلة. الكالية بيكون ايه طويلة وفي نفس الوقت ايه رقيقة. وبيكون في النص عنده هنا في ايه العمود مين الفقري. نياخد اللي هو الانسان لما جابص على الكالية في الانسان او في الكائنات اللي هي زي السادييات. بلاحظ ان الكلية هنا يكون هنا اقصر اجتنازا مليانة تمام شكل حبة اللي هي الفاصولية ده بالنسبة لشكل مين شكل اللي هي ايه شكل اللي هي الكليتين طيب عندي هنا الكليتين مكانها في الجسم فينا حتة يا ترى والله دي مابودة وورا اللي هو غشاء مين اللي هو البيروتون وده اللي هو بيغلف او بيحب مين بالتجويف مين بالتجويف اللي هو البطن ده المكان بتاعها الكلية في الانسان طلها حوالي 12 سنتي العرض بتاعها حوالي 7 سنتي السنك بتاعها التخنة بتاعها حوالي اللي هي 3 سنتي الكلية اذا ما احنا اتفقنا قلنا تجوب حبة اللوبيا تمام محدبة من برا الوجه الخريجي بتاعها محدد ولدمنجوه بيكون مقاأرة طيب عندي هنا الي اما الداخلية اللي هو الوجه اللي هو المقاعة ده فيه 3 حاجات هنا بيتمي موجودة فيها في حاجتين بيطلعهم من الجزء ده وحاجة واحدة بتدخل فيها اللي بيدخل هنا عندنا اللي هو مين الشريان من الكلوي خريجي طمام اللي بيتطلع حاجتين وريد خريجي طبق كلاوي وحالب تمام طيب نجي للطبقة بتاعت الكلية اول طبقة يامت بر ديت بسمع طبقة القشرة طبقة مين القشرة ثم الطبقة اللي هي بعد دي بسمع طبقة مين النخاع ثم بعد كده الكوز ده كده بسميه اللي هو حود اللي هي الكلية يبقى عندي الكلية بتشمل كمانطقة تلات ايه تلات مناطق الوحدة الوظيفية في الكلية بسمعها النفرن اللي هو قدام ده ده او ده طبعا ده رسمه مبساطة نوعه هو ده الشكل الحقيقي بتاعها يبقى عندي الوحدة الوظيفية نحتảo لهم كان في الجلدة كان اسمها ايه اللي هي العدة العرقية عندي هنا في الكلية اسمها ايه اللي هي النفرونات عندي هنا في كل bumpشرة خوالي اللي هي مليون نفرن يبقى من الوحد ع Jaw Nessa يبقي الوحدة فيها ايه مليون هنفرن cleتين فها اثنين مليون هنفرن عندي هنا اللي هي النفرن بيبدأ بي عندناك جزء ده بدأ بسميه اللي هو محفظة بومن مفظة 1 تمام ثم بعد كده عندي أنبوبة ملتفة قريبة ثم ثانية هنل ثم قناة ملتفة بعيدة ثم القناة المجمعة يبقى الحاجة يسميها محفظة بومن وبعد كده قناة ملتفة قريبة وبعدين ثانية هنل اللي هو عامل زي حرف يودا ثم قناة ملتفة بعيدة ثم القناة مين المجمعة أول حاجة عندنا كده اللي هو مين اللي هي محفظة بومن زي ما احنا شايفين اها المحفظة ديتنا بيكون شكل الفنجان وبيكون لها غدار مزدوج غدارها ايه مزدوج عند هنا بيبدأ يخش فرع من اللي هو الشريان الكلوي بيبدأ يحصل هنا عدة التفافات الالتفافات اللي هي موجودة داخل المحفظة ديتنا بيسميها اللي هي الجمعة بيسميها ايه اللي هي الجمعة لان المكان ده هيتم فيه عملية اللي هي الترشيح يبا المكان ده بيتم فيه عملية مين عملية اللي هو الترشيح يبا احنا دلات التفاقن اول حاجة عندنا اللي هي الاول حاجة عندنا زي ما احنا قلنا اللي هي محفظة مين بومن ودي طبعا مكانها فين فيه اللي هي الكشرة احنا قلنا الكليا عبارة عن ثلاثة اماكن صح كشرة ونخاع وحدة كليا فعند اللي هو المحفظة دي مابودة فين فيه الكشرة هي والقناة المرتفة القريبة والقناة المرتفة البعيدة التلاتة دلات مابودين في مين في منطقة الكشرة أما سانية هنل موجودة في منطقة اللي هي النخيعة أما القناة المجمعة موجودة في حوض الكليا يبيني لهم تاني عندنا تلات حاجات موجودة في منطقة الكشرة اللي هي مين محفظة بومن القناة الملتفة القريبة القناة الملتفة مين البعيدة أما سانية هنل موجودة فين في منطقة النخيعة أما القناة المجمعة موجودة فين حتى في حوض مين في حوض اللي هي الكليا طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه اللي هو وعلى ماكنة موجودة فيها كل حاجة يترى عملية الاستخلاص البول هتتم ازاي؟ بيتم عملية استخلاص البول ان عند الفرع ده جاي منين؟ بيجي من اللي هو الاورطة تمام؟ بيطلع من الاورطة فرعين كل فرع بيروح الى شوريان كلوى بيخش عليها اي كليتين زي ما احنا لسا قلنا حاجة بتخش عند جزء مقار تمام للكلية و حاجتين هيطلعونه فهنا عند هنا في فرع من الشريان الكلب ويبدأ يتجل مين لكليتين الفرع ده بيبدأ يدخل هنا عند جزء المقار ويبدأ يتفرع الفروع أصغر في أصغر لحد ما يبدأ يكون هناك شبكة من الشعيرات مين الدموية اللي احنا بسميها الجمعة عند المكان ده بيبدأ يحصل عملية مهمة جدا اسمها عملية الترشيح عملية الترشيح وعملية الترشيح دي بتعتبر أول عملية بتتم فين بالنسبة لإستخلاص البول طب إيه اللي هيترشح هنا والله اللي هيترشح هنا من الدم يروح إلى محفظة بومان كذا حاجة عندنا جزء السائل من الدم هو اللي هيترشح زي إيه كده زي المية زي الفضلات زي المواد المعدنية تمام زي الكولوكوز كل ده يتم ترشيحه فين فيه خلال مين اللي هي محفظة مين محفظة بومان خلي بالنا هنا عملية الترشيح مش هيكون فيها ولا قرات دم حمرة تمام المجلوبين يعني طب ليه علشان هنا دي بيكون حجمها من البروتينات زي ما احنا عارفين كرات الدم الحمرة عبارة إيه بروتين بروتين مرتبط فدي بيكون حجمها كبير لها تمر خلال مين اللي هي أغشية مين اللي هو محفظة مين محفظة بومان ده بالنسبة مين لعملية مين عملية اللي هي إيه عملية اللي هي الترشيح نيجيب بعد كده بيبدأ يمر الرشيح ده مين بسمية رشيح الكلب وبيبدأ يمر خلال مين SAN 2017 اللي هي القناة الملتفه القريبة ثم ثانية هنيل ثم القناة الملتفلبية ايه البعيدة بيحصل خلال القناة دية تناه آآة عملية تانية بيسمينها عملية اللي هي أعادة الامتصاص الاختياري اعادة الامتصاص مين الاختياري بالكلام دة على حسب احتياجات مين احتياجات الجسم يعني لو الجسم عندي محتاج بلوكوز هيبدأ يمتصه مرة تانية محتاج ماء هيبدأ يمتصه مرة ايه مرة اخرى يبقى كده الجسم هنا تخلص من ايه من الفضلات فقط ويبدأ الفضلات في النهاية تبدأ تمر الى ان تصل الامين الى القناة المجمعة القناة المجمعة خلي بالي هنا بيبدأ يصل اليها يعني كل فتحة من دي هنا بتبدأ تصب فيها ايه اللي هي قناة ملتفة بعيدة دي جاي من نفرون دي جاي من نفرون تاني وكذا معنى كده ان القناة المجمعة الواحدة بيبدأ يصب فيها اكتر من قناة م التفة ايه اكتر من قناة ملتفة بعيدة اللي هو د interpreted شكل اللي هو تركيب اللي هو الجهاز اللي بقعد فيه الانسان جهاز اللي بقعد فيه العبارة عن كذا حاجة اول حاجة اللي هم كان كيلتين الحاجة التانية اللي هو بيطلع من كل كلية جزء ده كده بسميه حالب حالب تمام الجزء ده اللي هو كيس ده بسميه اللي هو المسانة ثم بيفتح الى مجرى البول صحيح عندنا هنا كليتين احنا لسه يلينا الوصف بتاعها نيجي للحالبين الحالب زه ما احنا شايفين عبارة عن الانبوبة الانبوبة ديته انه بتطلع منين؟ بتطلع من الكلية واو هنا بت похد cabbage تصبح ما ممن ما تصبح wear التنسطرة للحلب في المسانة ، المسانة عبارة عن كيس الحالب إن إتيّه ِ الى المسانة حيث ايضا Pavar لا يأتيل عمودية في المسانة وان أي مخhartعة من الحلف بيكون ما اليم그래 Nur Ken ، وبعد وضع م능 loin عضلة عصيرة الكديمة التي تتحكم في نظر البول الكلام ده طبعا البول بينزل لما الإنسان بيبدأ يشعر به التباول الكلام ده لما تبدأ المسانة دي تبدأ إيه تتملب إيه بيه اللي هو البول يبقى أن اللي قدامنا دي عبارة عن محفظة بومان وبيتم فيها عملية مهمة جدا نسمعها عملية مين عملية اللي هي الترشيح طب لما نسأل نفسنا السؤال هل كل الدم أو كل البلازمة اللي هي مرت خلال محفظة بومان هيتم لها عملية الترشيح لا لأن لو حصل الكلام ده الانسان مفروض هنا بيحتاج في اليوم كمية كبيرة جدا منه من المية المفروض يشرب في اليوم حوالي 170 لتر مية تمام وبالتالي هنا عملية هي اعادة الامتصاص الاختياري بتبدأ ترجع اللي هي الحاجات اللي هو محتاجة الجسم من ضمنها مين اللي هو ايه اللي هي المية جسم الانسان عندنا جسم الانسان عندنا حوالي من 5 ل 6 لتر من اللي هو الدم بيبدأ يمر في دقيقة الواحدة خلال الكليتين حوالي من لتر وربع ايه ليكس من Mai 3 من عشرة بهيه اللي هيออก يمر في كليتين خلال اليه اليه الي الحاجات الديية الواحده تمام طبعا عشان يتم هي عملية فلطر وعمالية انضيفتي مين اللي هي الدم الموجود في Whatской اللي هي موجودة في الجسم يبدأ ينزل البول على قطرة قطرة داخل المسانة لحد ما تتملزها و بعد ذلك العضلة العصيرة تنوى المتحكمة فيها تسمح بالبول بالخروق البول اللي هو هايصل الى المسانة هيكون عبارة عن ماذا؟ طبعا هيكون المياه زيادة عن حاجة الجسم هيكون الفضلات اللي هي النتروجينية زي اليوريا هيكون فيها بعض الأملاح إنما غنى اللي هو كولوكوز بيعادة امتصاصه مرة تانية تمام؟ وعندنا أن البروتونات لا تمر خلال مين؟ خلال اللي هي محفظة مين؟ خلال محفظة ايه؟ بومان الفشل الكلوي طبعا ده بيؤدي الى ان يخلي اليوريا والمواد اللي هي النتروجينية تترقم في الدم وبالتالي هنا هجيله تسمم ثم الموت فعلشان كده المريض ده لازم يلجأ الى جهاز اللي هو الكلة الصناعية الجهاز ده ما احنا شايفين اهو فكرته ايه؟ فكرته اهن ان احنا بدهم ده ناخد اللي هو الدم بتاع المريض تمام؟ ونعمل له عملية تنقية يبقى ناخد دم المريض اهو ونعمل له عملية مين؟ عملية تنقية عملية التنقية ده هيتم ضخ الدم داخل غشاء الغشاء ده بيكون رقيق تمام؟ زي ورق السلوفان كده وبالتالي هنا هيتم عملية اللي هي الترشيح اللي هي المؤدمين اللي هي الضرة الى السائر اللي هو برده فده زي صندوقها الصندوق ده بيحتوي على كل مكونات اللي هي البلازمة على كل مهين مكونات البلازمة مع عادة اليوريا اصبح هنا جوه الغشاء ده نسبة اليوريا في المريض دم المريض عالية وبره هنا نسبة اليوريا ايه؟ قليلة هيكون نتيجة الكلام ده ان اليوريا والمواد النيتروجينية الضرة هتبدأ تخرج يمط برا منين من الغشاء ده الى سائل مين؟ اسمه سائل التنقية طبعا سائل التنقية ده بنبدأ ندخله من هنا ونطلعه من الفتحة التانية وكل شوية بنغير مين سائل ايه التنقية عشان نعمل عملية تنقية المين لدم ايه؟ لدم المريض بعد كده بيبدأ يرجع الدم مرة تنهل المين الى اللي هو المريض مرة ايه مرة اخرى الجهاز ده والنسمه ايه؟ جهاز القلية الصناعية المفروض طبعا المريض هنا بيبدأ يعمل اللي هو عملية الغسيلة الكلوة في الاسبوع مرتين او ايه او تلاتة يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على اعضاء الاخراج وعارفنا حاجتين اساسيين عندنا في جسم الانسان اول حاجة الجلد وان الجلد بيكون من طبعتين طبعة البشرة وان البشرة بيكون من طبعتين طبعة سطحية وطبعة داخلية وعارفنا اهمية كل واحدة فيها وبعد كده طبعة مين؟ طبعة الادمة وعارفنا انها بتحتوي على ايه مجموعة من الحاجات زي الغضاد العرقية والغضاد الدهنية والغضاد الدموية الحاجة التانية اللي كنا نبني عليه هي مين اللي هي الكليتين وهنا الكليتين بتتكون من تلات طبقات اللي هي الكشرة من برا لجوه الكشرة ثم النخاع ثم حوض الكليا وهنا الكشرة بتحتوي على اول حاجة اللي هي محفظة بومان واللمبوبة الملتفة بسمى الملتفة الملتفة القريبة واللمبوبة الملتفة البعيدة اما عندي هنا فيه اللي هو النخاع بتحتوي على اللي هي ثانية هينيل بالنسبة لي حوض الكليا بيحتوي على اللي هي الأنبوب الأنبوب الجامعة او القان الجامعة ده بالنسبة من تركيب مين تركيب اللي هي كليتين نقولنا عملية اللي هي استخلاص البول عملية استخلاص البول عبارة حاجتين اساسيين عندنا اول حاجة رقم واحد عملية اللي هي الترشيح والحاجة التانية اللي هي عملية عادة الامتصاص الاختياري وأن عملية الترشيح بتتم محفظة بومن عندنا عادة اللي هي الامتصاص الاختياري بتتم خلال اللي هي نقولنا جسم الانسان بيحتوال قدية حوالي من خمسة الى ستة ايه لتر منين من الدم بيمر حوالي واحد واتنين من عشرة الى واحد وتلاتة من عشرة لتر من الدم هيمر فين هو في الكتاب ايه لكالية واحدة لقاهم مفروض في كليتين يبقى كمية الدم دية تنقط مر مين خلال مين خلال اللي هي كليتين تمام عشان يحصل لهم ايه عملية مين عملية اللى هي تنقية يا رب اكون فيهمنا جزاءة دي كده ااخر حاجة في الانسان اللي هو الكبد برضه كله دور معانا اللي هو الكبد 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 مهمته ايه والله الكبد هنا مهمته انه بيستخلص الايه السموم اللى هى موجودة فى الجسم بيستخلص مين اللى ايه السموم الكبد يأخذ مجموعة الامين التركيب بتاعها عبارة عن زارة كربون متصل بها زارة هيدروجين وعند هنا مجموعة كربوكسيل ومجموعة امين وعند هنا مجموعة القيل الكبد مهمته يستخلص مجموعة الامين يفصل مجموعة الامين وهو تركيب مين الحمد الاميني ويبدأ يحولها الى يوريا اليوريا ديت هنا هيبدأ يطلح على صورة باولينة على صورة باولينة والباولينة تطلع عن طريق كليتين يبقى هنا تاني الكبد مهمته زي ما احنا قلنا بيخرج السمهم اللي هي موجودة في الجسم ويفصل مجموعة الامين اللي هي موجودة في الأحمد الاميني اللي هي موجودة في البروتينات ويبدأ يحول الى يوريا ثم تخرج عليها باولينة عن طريق مين عن طريق الكليتين ده مهمة مين مهمة الكبد هنبدأ نتكلم دلوقتي على الاخراج في النبات الاخراج في النبات هنسأل نفسنا سؤال هل النبات محتاج جهاز اخراجي زي الموجودة عند الانسان او السديات؟ لا ليه؟ علشان هنا لو افترضنا ان عندنا نبات وزنه مثلا نفترض سبعين كيلو جرام ده عبارة ايه؟ نبات وعندنا انسان وزنه اللي هو سبعين كيلو جرام نفس الوزن يطرعن eşى هنا معدلات اللي وهي الاخراجه هكون في مين اكتر? هكون في مين؟ من في الانسان اكتر منين؟ اكتر من النبات تمام؟ إذا بابا عندنا دايما ناغا وهان انا اللي هي معدل اللي هي الهدم في النبات H با sor ago انما معدل اللي هي الهدم نحن عافلين تمام عمليات الهدم اللي هي تنتبهم منين من عمليات الايد تمام؟ وهانه تمثيل الغذائي فعندنا معدلات الهدم في الانس 함 لانعنى المواد الاخراغية تطلع بسرعة فلازم يتخلص منها بسرعة ولا تسامم الجزء إنما عندنا النبات بيكون بطيئة طيب يطلع بيطلع المواد الإخراجية اللي هي عنده ففيه بعض المواد الإخراجية زي المسلا اللي هي الميا وسانوكسيد الكربون ميا ومين وسانوكسيد الكربون النبات هنا ممكن يستفيد منه مرة تانية احنا خدنا في النص الأولان اللي هي مين عملية البناء الضاوي فياخد الميا وياخد السانوكسيد الكربون اللي هو طلحها من عملية التنفس علشان يبدأ يستفيد منهم في عملية مين عملية اللي هي البناء الضاوي ممكن النبات برضا بيطلع اللي هي فضلات نيتروجينية فضلات نيتروجينية الفضلات اللي هو طلحها ديتنا ممكن يستخدمها في بناء مين في بناء اللي هي البروتين يبقى عند الحاجتين دول كده هياخدهم النبات عشان يستفيد منهم في عملية البناء مين البناء الضوئي الفضلات قلنا يستفيد بقى فيه في اللي هي بناء مين البروتين طيب نيجل بعض النباتات تانية فيه نباتات تانية بتبدأ تطلع اللي هو سنوصيد الكربون بتاعها وبعد الاملاح عن طريق الجزور عن طريق اللي هو الجزور فيه نباتات تانية عندها مثلا مزروعة في طربة طربة دي 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 غنية بي عنصر الكالسيوم عنصر مين اللي هو الكالسيوم احنا عارفين طبعا ده مين اللي هي المغزيات النبات اللي هو بيحتاجها بس هنا لو زاد عن حده هيكون ضرر بالنسبة مين للنبات فالنبات هنا بيعمل ايه عشان يتخلص من النسبة الكبيرة ديت بيبدأ يجمع اللي هي النسبة الكبيرة ديت ويتخلص منها عن طريق اللي هي الأوراق يتخلص منها عن طريق مين الأوراق ان الأورا دي هتبدأ تسقط عن طريق اللي هي الأجزينات بفعل الأجزينات في وقت معين وبالتالي كده النبات تخلص من اين من المواد الاخراجية اللي هي الزيادة عنده طيب في بعض النباتات التانية بتخلص من سان اكسيد الكربون ده اللي هو بينتج من عملية التنفس تمام والاكسوجين طبعا عن طريق مين عملية اللي هي الصغور احنا عارفين النبات موجود على سطح السفل بتاعه اللي هو مين اللي هي الصغور الصغور ديت اللي هي فتحات عن طريقها يطلع مين هيطلع عليه سان اكسيد الكربون ويطلع طبعا ده بينتج من عملية التنفس وهيطلع الاكسوجين اللي هو بيانتج منين من اللي هي عملية البناء من الضوية في عندنا برضا بعض النباتات في بعض النباتات بتبدأ تخزن اللي هي الفضلات بتاعتها في زي الملح مثلا كده بعض الاملاح او الاحماض اللي هي العضوية في الخلايا في السيتوبلازم في ناحيتها جوه الخلايا في السيتوبلازم بس لما تيجي تخزن المواد ديتها بتخزنها على هيئة بلورات بلورات زي الملح يعني والبلورات ديتها ما بتضبش في المياه اللي هي تضب فين في المياه علشان ما تعملش ضرر ليه اللي هو النبات اهم ما يهمنا بقى في الليلة دي كلها ان عندنا النبات هيتخلص من مياه الزيادة ازاي احنا قلنا انها هياخد جوزة منه فين في عملية مين البنات الضوية طيب ممكن يكون عند فيه مياه اكتر من كده فالماء الزائد عن حاجة النبات النبات هيتخلص منه عن طريق حاجتين اول حاجة عملية اسمها عملية النتح والعملية التانية اسمها عملية اللي هي الادماع النتح هو ايه والنتح هو الادماع هنبدأ كده نتكلم على الاول حاجة كده اللي هي مين عملية اللي هي النتح يبقى اول حاجة رقم واحد كده عملية مين عملية النتح عملية النتح يعني ايه نتح اصلا النتح معناه ان النبات هيفقد المية في صورة بخار يفقد النبات للمية في صورة ايه بخار مية بخار ايه بخار مية طيب معنى كده الماء ده هيكون ماء نقي تماما عندنا النتح فيه عدة انواع منه فعندنا فيه انواع للنتح انواع النتح فيه ثلاث انواع عندنا من النتح اول حاجة رقم واحد حاجة اسمها النتح السغري النوع الثاني النتح العديسي النوع الثالث النتح الكيوتيني يبقى عندنا كم نوع ثلاث انواع احنا بنحاول نصرع طبعا عشان الوقت ايه في الفيديو مبقاش طويل يبقى عندنا فيه ثلاث انواع نتح سغري عوديسي كيوتيني السغري طبعا ده زى ما احنا قلنا هيتطلع عن طريق مين عن طريق اللي هي ايه الصغور والنبات هنا بيفقد كمية كبيرة جدا من المية عن طريق وحوالي تسعين في المية من كمية المية اللي هي النبات ايه هيفقدها فكذا عن طريق مين النتح ايه عن طريق اللي هو ايه الصغري نتقط ن�י النو wrench يبقى جدا اللي هو اللي هو الودايسي ودا بيتم عن طريق اللي هي العوديسات من اسمه كده ايه العوديسات دية بيكون اماكن معينة في النبات وخصوصا في الا هيه النباتات مين اللي هي الخشبية السقام مين الخشبية قلب الصيق بتاعها كشب زى اللي هي موجوده في طابقة مين في طبقة الفلين والنسبة الماء الذي يفقدها النبات الهيه والأي لا في النوع الثالثismo النبات المفقودية اليه товار الكيوتيني النبات هنا يفقد salah الماء الماء الزيادة عن طريق قريقة الى وعند طريق قريقة الكيوتين والنسبة الماء المفقودة اليه حوالي 5% نخلي بنا من أعني الناد حديثي في بعض العوامل بالتقصير التقصير عليها في عوامل عوامل التي المؤثرة على عملية النتح في بعض الحاجات بتأثر في مين في عملية مين في عملية النتح زي ايه كده اول حاجة عندنا كده اول حاجة عندنا رقم واحد اللي هي امتصاص الماء معدل امتصاص الماء معدل امتصاص الماء كل ما النبات يمتصص ماء كتير كل ما يدي ايه عملية نتح ايه كتيرة عندنا مثلا اللي هي ارتفاع الحرارة ارتفاع درجة الحرارة كل ما الحرارة يكون عالية كل ما يفقد النبات ايه ما هي كتير عن طريق مين عملية مين عملية النتح في عندي واحدة بس كده نخليها على جنب كده اللي هي انخفاض درجة او نسبة الرطوبة في الجو نخلي دي على جنب كده دلوقتي انا عرف ايه ديت عندنا برض اخمدنا العوامل اللي هي قصرة الا هي عدد الصغور العدد بتاعها وعندنا كمان اللي هي مساحة الورقة رقم اربعة مساحة اللي هي الورقة مساحة مين الورقة وعندنا كمان اللي هي شدة اللي هي الضوء. طيب العامل اللي انا قلتها دي كلها دي كلها تتناسب طرديا مع عملية النتحة. كل اللي احنا كتبناهم دولات يبقوا ان هلهم تاني بسرعة. اول حاجة معدل امتصاص المية. ارتفاع درجة الحرارة. اه قصرة عدد الصغور. مساحة الورقة. اه شدة الضوء. كل ده بتناسب ايه? طرديا مع مين? مع عملية النتحة. يبقى الخامسة دول كده. بيتناسبه ايه? طرديا مع عملية ايه? النتحة. يعني طرديا يعني لما اي حاجة من دي تزيد مين اللي هيزيد معايا معدل مين النتح. دي ال دي ال معي. تمام? معادة مين بقى? معادة انخفاض نسبة مين? الرطوبة دي سادس حاجة عندناها. بس دي خلي بقى انه تتناسب ايه? عكسي مع مين? مع عملية ايه? النتحة. بمعنى كل ما يزداد معايا اللي هي اللي هي يبقى لما بيبدأ يحصل انخفاض نسبة الرطوبة مين اللي هيزيد معايا? ايه يزيد معايا مين عملية مين? النتحة. يعني تناسب ايه? تناسب عكسي. دي الوحيدة. اللي بتتناسب ايه? عكسيا. طبعا عن اه عملية النتحة بالنسبة للنبات لقى اهمية كبيرة جدا انها بتحافظ على ايه? درجة مين حرارة النبات? وبتبدأ تقلل مين اللي هي درجة الحرارة بتاعته? بتعمل عملية تلطيف لدرجة الحرارة. وفي نفس الوقت كمان بتساعد على مين? على رفع المية والاملاح منين? من التربة. يبقى لقى اهميتين. اول حاجة تلطيف درجة حرارة النبات. تمام? والحاجة التانية اللي هي فقد ايه? او الحاجة التانية اللي هي ايه? رفع مين? المية والاملاح منين? من التربة. ده بالنسبة مين? الاول حاجة عندنا اللي هي مين? عملية مين? عملية اللي هي النتحة. ناخد الحاجة التانية اللي هي مين? عملية اللي هي الادماع. نخلي بنا برضك ان عملية الناتح ديات بتتم تغالي العام بس في الصب بتزيد اكتر منين اكتر من الشتاء. احنا قلنا من ضمن العوامل اللي هي مين درجة مين الحرارة زي ما احنا ايه اتفهنا. الحاجة التانية عندنا اللي هي مين? عملية اللي هي الادماع. عملية ايه الادماع? يعني ايه ادماع اصلا? الادماع اللي هي بنشبه كده بالدموع. الانسان بنزل دموع يعني فيه مياه انا شافها بعينيه. انما كان هنا بيطلع عندي ايه? بخار مين? كان بيطلع عندنا بخار مية. فعندنا بالنسبة لادماع ديات عبارة عن ايه? قطرات من المية. قطرات مية بتطلع. قطرات مائية. هتطلع فينا حتة في كل النبات? لا. على حوف النبات. على ايه? على حوف مين? اللي هي بعض النباتات في الصباح الباكر في فصل الربيع. يعني مش طول السنة. يبقى عدلة دي بتتم في الصباح الباكر في فصل مين? في فصل الربيع. تمام? طيب. بيتم ديتنا عن طريق حاجة اسمها الصغور المائية. الصغور المائية. عن طريق مين الصغور ايه? عن طريق الصغور المائية. طب هل المية اللي هي طلعت ديت? هل قطرات المية ديتنا بيكون ماء خالصة? لا. بيكون في بعض ايه? بعض المواد اللي هي التانية زي الاملح كده بيكون ايه دايبة فين? دايبة في اللي هي ايه المية. وبالتالي هنا الماء بتاع اللوة النتح بيكون ماء خالص. تمام? اما بالنسبة بتاع الادماع بيكون ايه? في بعض ايه? المواد ايه? دايبة فيه. طيب. لما نسأل على التوقيت هل الاتنين بيحصلوا في نفس التوقيت? لا. احنا قلنا لساقلين الادماع بيحصل امتا? بيحصل في اللوة ايه? صباح الباكر. في فصل مين? في فصل الربيع. تمام? انما عندنا اللوة النتح قلنا بيحصل طوال مين فصول مين السنة بس بيزيد قلنا امتا? في الايام اللي هي ايه? حر الياثين في الصيف. قلنا المية هنا بيكون ماء نقي. انما الماء هنا قلنا بيحتوى على ايه? على بعض المواد ايه? اللي هي دايبة فيها. اه قلنا هنا بالنسبة لي اللي هي الادماع قلنا بيتم عن طريق جهاز دمعي متخصص. جهاز دمع ايه? متخصص. الجهاز ده ممكن يكون خلايا واحدة او عدة ايه? خلايا بتجمع مع بعضها عشان تفتح بفتحة ايه? واحدة. تمام? انما هنا قلنا فيه كم نوع? قلنا فيه انواع ساغري وعديسي وقيوتيني. ساغري وعديسي وايه? واقيوتيني. نخلي بالنا هنا ان الصغور اللي هي المائية دي بيكون مفتوحة باستمرار طوال السنة. طوال الوقت بتاعها. تمام? اللي هي المودة بتاعتها اللي بتخرج منها. انما عندنا هنا الصغور هنا بتفتح وتقفل. تفتح اللي هي نهارا وتغلق ايه? ليلا. تمام? الكمية طبعا اللي هي الماء اللي بتخرج عن طريق الادماع بيكون ليلا جدا. لانها بتحصل في وقت صغير. انما عندنا هنا طبعا كمية الناتحة. احنا وانا حاول قد ايه? حوالي كبيرة جدا. حوالي خمسة وتسعين في المية اوة. تسعين وخمسة. فبالتالي هنا بيكون النسبة ايه كبيرة جدا منين من المية. يا رب يكون فيه انا جوزية دي كده. بمشيط ربنا بكرة بامر الله. هنعمل مراجعة. يا النهار ده ان شاء الله يا بكرة مشيط ربنا. هنعمل مراجعة على الاحساس بمشيط ربنا. يا رب يكون فيهمنا. لو احنا فيهمنا وعاوزين نكمل كده. يا رب يشوف تعليق بتاعكم جميلة كده. ما تنسوناش من صالح دعواكم. كان معكم استطرقوا الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة وبركاته.